موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي فيديو جديد فالدرس هذا سوف نرى موتور 3 فازي كما يعرف الجميع اي محرك عنده واحد بطاقة بطاقة تكون خلفه تحمل المجمعة من المعلومة كما انت عندك لاقات ناسي ونافر اسم الناساب الى اخيره فالمحرك يستوي لواحد بطاقة اللي هي اللوحة تعريفية للمحرك وكلقوا فيه مجموعة من المعلومات بين المعلومات كلقوا فيه الشركة المصنعة مثلا هنا كلقوا ابي بي كلقوا نوع الموتور فهو ثلاثي الاطوال الموتور 3 فازي كلقوا فيه نوع المحرك اللي عدنا الموضيل ديالو غلقوا نظام الحماية ديك اي بي فهو نظام عالمي فمشلا اي بي خمسمية خمسة وخمسين اي بي هي تبع الوحد النظام وبينما الخرقم الاول فهو كي اعطي نوع دي الحماية اللي كي قدمها للمحرك ونعطني فهو طابد الحال نوع الحماية فمشلا هالجدول اللي كي يكون بينا فهو كيحكي على يعني المقاومة كونتخلي كوبس يوليد يعني المقاومة السام الصلبة و كونتخلي كوبس يعني المقاومة للمواد الصلبة والسائلة فمثلا خمسة وخمسين هنشوفو الخمسة الاولى في الطابلو هادا غلقوا ان هاد الموتور كيتميز بخاصية انه ضد التربة بينما الخمسة في الطابلو التاني غلقوا ان هاد الموتور هادا فهو كي ضد الطلبة و ضد الرطوبة وبين المعلومة اللي غلقوا فاللمحرك القاومهد اي ا ا اس اس سمية عبعة وثلاثين فهو نظام عالمي اللي كان كتعني انترناشونل هي اي كونوميكل كسي هي كوميكيش كوميشن عفوا وهادا واحد تصنع ايزو نفميل مثل كتكتنين نفميل سنصع تصنع الاستيسلام دي الايزو فهدي واحد منظمة غير حكومي عندها واحد جمهة عمل معايب ولكن اي موطور يحترم معايير دي ولا فهي تعترف به بحلقة التبارات براءة دي الاختراع مثلا لكي تكون لديك براءة دي الاختراع يجب ان تدوس بزاعة مراحل المحرك يجب ان يكون لديك واحد الانترناصيلاً يعني معترفين في مجموعة دي الدول يجب ان يتبع على النظام هذا وبين المعلومات اللي سيتلقاهم ان شاء الله في هذا المحرك سيتلقاوه حتى الموضي دي المحرك كما نقول غلقاوه عو تاني للسنة اللي تنتج في هذا المحرك مثلا هنا الفين وحداش غدي نلقاوه الكود دي المحرك غدي نلقاوه التنسيون جنرال باش كيت قاني منطا مثلا انها كيت قاني منطا بمية ستمية وتسعين فولت واي طوال غنشرحشنا اي طوال غلقاوه الفريقونس غلقاوه غوتاسيون بارد مينوت غلقاوه كيلو واتس غلقاوه الامبيراج غلقاوه القوس غلقاوه كفاءة دي وفحل مثلا ده هنا التنسيون جنرال فهي تنسيون اربعمائة اربعمائة فولت ولكن كوبلاج محترفش على حساب الموتور شنو كيكون فيه ولا حساب الغيزو اللي عندك الغيزو يعني السوص من جي من عندك انتال تنسيون مثلا الوينوه ولا منيسو المغرب كين الوينوه ولا الشركة دي اللي ديك او الشركة التنسيون دي جيبين كتنفاسي ايش حال فيها يعني بالاطوار التهولاتية ايش حال وشكين ماشين فولت تلتمية فولت ربعمائة فولت خمسمائة فولت ستمية فولت انتك كتعرف على حساب بلاك سينياليتيك والحساب طونسو اللي عندك كيناو هاد العلاقة في الكوبلاج اللي كتتحكم لكي باش تستعمل واش غا تستعمل تخي يونج الايطوال ديماراج روتوريك ستارت اوريك دوتون دوتون على حساب انتك شنو كتستعمل باش منطور شليكم بزاف 0.5 نجد وانتك شنو كتشغل يعني كان في القيام كتشغل رسالة مطور الخاص بزافة مطابور بلنا بيتانية أولا يمكن الشيء رسالة محتاجة باستطاعة للمطور مشاركو 30 كغ سوف نرى ان شاء الله بلاك سينيال تكو واحدة اخرى لا يوجد اختلاف كبيرة وبين اخرى سوف نرى فينمس تايل عنا من اسم الشركة المصنعة سوف نرى الموتور تيفازي سوف نرى ارتفاع المحور على الارض يعني كما اكتبع فان الموتور فيها روتور وستاطور روتور وليكيدور استاطور فيكس الروتور هو الاكس يكون مرتابع على سطاة الارض سوف نرى ارتفاع المحور يروح كبيرة باستمرات الشوار处 سوف نرى اسم الشيخ كبيرة سوف نرى أن نرى الموتور الفئةравی خاصة where نرى الامر من الضوء من السريع. يعني إذا ما نشرحه من شي شي حاجة. غلقوا لا مستطعب الحل بحل بحل. فهي معلومات كيتشرك في جميع اللي بلاك سينالي تك. لغم اختلاف دي المحرك. غلقوا عوتي انتل IP55. فهو نظام indexed protection. نظام الحماية. غلقوا ال ESF. فهو اسولاتي. فمثلا هاد اس الف بالضبط دي فهي كتعني على هذا المحرك هاداش حال اسولاتي دياله. فمثلا طابل هادا غدي نبينو لكم فهات الصورة. فهو كي حكي على على السيس كلاس من ديال الاضولاتي. فمثلا هادا كي يسيب بورتيت ال خمسمية اه مئة تانه مئة وخمسة درجة سيوس يعني 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 يقدر نحطهه في المحرك نجيوه في درجة الحرارة ختم. ولسخوني دياله وصلت مئة دياله معدناش موجه. مئة وثلاثة دياله وصل مئة وخمسة دكية اخر بطوء يقدر يوصل لها. إلا فاتها سوف يتلفل هنا المحرك. فمثلا في حرف F يقدر يتحمل درجة الحرارة حتى 155 ديجري سلسيوس. كما قلت لكم في هذا المحرك غلقوا فيه مثلا قلنا السيستام ازولاسيون غلقوا فيها طن ماكسيمو دو فاطمو يعني منونة القصو يقدر ي Jia Вид عانونا قد يتدفل هنا بحيث أن عودل الشيسي ستكتب من تطنيف ايها المبكسة تكون مفترضة ومفترضة تجربة من المستقبلات. تجربة جديد من المستقبلات واستمر مركزة في القناة. سوف يتحصل على تنسيات الأخيرة. تنسيات الأخيرة تجربة. وفرقمات يتحصل على مستقبلات كم وكو ومم مستقبلات. السؤال اللي غي يطيح فيه هنا مثلا الكوبلاج حنا نشطحه ان شاء الله كيفاش يتأليمون على الموتور ويكي نقدر مثلا احترم جميع المعايير مثلا وقلوة الامبيراش بحال مثلا في الشكل عندي البرانش من تخيانجل اللي كيميسترين كي يقولون على داتا ويكي نسمع احنا كنقوله تخيانجل مطلج فهل الموتور هذا كي يكون برانشينا 120 فولت عطينا 120 فولت فالكوبلاج اللي غن خدموه في طابتها غي يكون تخيانجل الفريقونس عدنا هو خمسين هيرس التور شح غي يضوليه الموتور بندور غي يضوليه ب 2780 كي غي يستهلك 7.5.70 كيلوات غي يستهلك لنا السفر في الكوز فيه هو 7.80 والامبيراش 3.3 امبير واللحطي شوان اقل من ديك الامبيراش اش غي يطرن الموتور ويقع انوه الحجي اسميشه بباطيناج ونشرحوها ان شاء الله فيديوهات اللي يجيين بالنسبة لشنوه لقاوه برانشي مو ايطوال لقاوه اليك كوبلاج ماشينا دب سيفا عما كي تسمى كوبلاج غادي لقاوه بالنسبة لكوبلاج دام موتور سينكرو او الاتوال تخيانجل إلا كان عدنا برانشي مو كيفاش غادي نحدو كي مكتوفوه نفس الصورة إلا كانوا في فيرتيكال فهو برانشي كي تسمى تخيانجل يعني داتا او لا كي تسمى متلج ولا ايطوال نجمة لكان هوريزونطال كي يكون ايطوال الحاجة الواحدة اللي خصنا نعرفوه ان هاد البرانش مو تخيانجل ايطوال شنو الكونديسون الواحدة اللي خصنا نحترموها فباش ننبرانشيوا هي الكوبلاج دام موتور فالكوبلاج باش غا نحترموها الكوبلاج لحسب بلاك سينياريتي كل ريزون اللي عدنا فمتال تنسيون نحنا مدخلين عندنا مثلا فلوزين او اللي في فلان ديسخيب صفاء ما عندك واحد الاتيانة جيب الريزو عندك فيه بين مية وسبعة ويسابع 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 و ريزو فيه نسلق نسل ريزو دائما مئة وسبعة وشين فورتة ومية وثلاثة 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 وثانين فولت. في هذا الحالة ما كانستعمولش المكرو بلاس اطوال وتخيان والا. هنستعمل لحواج اخرى ان شاء الله نشرحه فيما بعد. بالنسبة لك كان عندنا الريزو فيه انتر بين دوسان تخونت وكارن او كاتسون. في هذا الحالة من هذه التنسيو صغيرة اتي الريزو فلا جديمل بنسبة لكavasرة. في هذا الحالة pane يمكن ص합 do تنسي找s اطوال.iels نفس تنسيو نفس تنسيو اطوال. ولكن جميعا تنسيو الدوتر ان يكون يتقع على تخيوغل. دائما عندك 200 تلاتين و 400 و 400 في الريزو و 400 و 600 و 600 و 600 و 600 و 500. تنسيون دي الموتور كبار من دي الريزو. لسيستعمله تخيوغل. لاحظة امنين كتكون تنسيون ريزو صغر من تنسيون دي الموتور. كنستعمله تخيوغل. نصل المسئلة هنا كنستعمل تخيوغل. كانوا قد قد كنستعملوا اي طوال. فمشان هذه الحالة لدينا 400 تنسيون دو ريزو 990 مع سميتشو هي كبيرة تنسيون دو ريزو كبيرة كبيرة بزاف على التنسيون دو موضور لأن نقل لك سينيال يكفي هذه الحالة ما نستعملوه لا إطوال لا يتخيون فلنستقاعدية هنا هي في حالة غاستعملوه ومن يكون متساوي لكي نستعملو إطوال من يكون تخيون كبير من ريزو كبير من تنسيون ريزو كي نستعملو تخيون كانوا متساوي كنديرو إطوال كانوا العكس يعني كانت الريزو صغر من ريزو صغر من كبير من التنسيون اللي كنا عدنا في موضور ما نستعملوه لا تخيون ولا إطوال وكنتمنى أن نكون في تكون في هذا الدرس ومن تساوش تدعمونا إن شاء الله بلايك وتقوم بسكرايبز